اشتراك مع اشتراك مع منخفض جوي كتلة هوائية باردة على اثر ذلك تتكاثر السحب ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من الامطار تكون رعدية احيانا في اجزاء من شمال ووسط المملكة لكن هذه الفعالية الجوية ساعة التأثير كما تحدثنا توقع ان تنتهي مع الساعات الليلة القادمة وبتالي تعود الاجواء الاستقرار الليلة الاربعاء للخميس كذلك الحال نهار يوم غدا الخميس كما هو مشاهد مع ارتفاع في درجات حار مع بقائها دون معدلاتها المعتادة في مثل هذا وقتنا العام لكن تكون الاجواء مع ساعات ظاهرة يوم غدا الخميس اشبه بالربيعية اللطيفة لكن تكون الاجواء خلال ساعات الليلة القادمة باردة بشكل لافت كما نشاهد هنا ايضا توقعات بتأثير مقدمة لمنخفض جوي جديد المتوقع ان يؤثر على المملكة خلال بداية الاسبوع القادم هذه المقدمة لهذا المنخفض الجوي متوقع ان تؤثر على المملكة يومي الجمعة والسبت جالبة اجواء باردة نسبيا تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وهطول لامطار متفرقة في العديد من مناطق المملكة كما هو مشاهد في النقطة الاخيرة اجواء شتوية متوقع ان تعود الى المملكة بيتزامن مع نهاية هذا الشهر وبداية شهر نيسان بيتزامن مع بدء التوقيت الصيفي خلال ساعات ليلة الغد لكن تعود الاجواء الشتوية الباردة والممطرة الى عمو مناطق المملكة خلال بداية الاسبوع القادم بما شئت الله كما تحدثنا اجواء باردة بشكل لافت خيال ساعات الليلة القادمة 6 درجات مئوية هي فقط درجة الحارة الصغرى مع اجواء باردة درجة الحارة دون معدلاتها المعتادة بشكل كبير واستمارة ظهور سحب على ارتفاعات مختلفة مع ساعات الليل الاولى تتحول الاجواء مع ساعات الليل متأخرة الى غالبا صافية توقعات الخاصة بثلاثة ايام القادمة كما تحدثنا هناك ارتفاع قليل على الحارة خلال يومين القادمين توقعات بهطول امطار خفيفة الى متوسط الشدة يوم الجمعة في العديد من المناطق لكن هذه الامطار ستكون عشوية تطابع بشكل متفرق منطقة ستشهد بعض الامطار منطقة اخرى لن تشهد امطار لكن درجة الحارة ستكون اجمالا دون حاجز العشرين مئوية بقليل واكثر من حاجز عشرين درجة مئوية في مناطق الاغوار والبحر الميت يوم السادس متوقع ان تزداد هذه الاحوال الجوية غير المستقرة في مقدمة هذا المنخفض الجوي بالتأثير على المملكة وبالتالي فرصة اكبر لهطول الامطار في عدة مناطق يوم السابت تكون هذه الامطار رعدية احيانا لسيما مع ساعات المساء والليل حيث يبدأ مع ساعات فجر الاحد تأثير هذا المنخفض الجوي الذي سنطلعكم على المزيد من التفاصيل بخصوصه خلال الايام القادمة كان كل ذلك حتى اللحظة للقاء اشتركوا في القناة